موسيقى يشامير مجلسنا السائحون فيستزغ صن النذاء في القرور نجدد ايماننا في الفؤاد ونفهم بالوحي ما نروى الشاق الدكتور عبدالله سبيعي يضيف برنامج لقاء الجمعة مع عبدالله اندي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله في اطلالة جديدة من برنامجكم لقاء الجمعة الذي يشرف بعيونكم على قناتي خليجية والرسالة ويتهادى إلى أسمعكم عبر أثير روتانا FM في هذه الحلقة نفتح ملف واقع الطب النفسي في السعودية في لقاء الجمعة تجتمع الكلمة حياكم الله واسمكم مرحب بضيفية دكتور عبدالله أسمعي حياك الله يا دكتور نحن سهلا حياك الله عبدالله أريد أنه يعني نحن نتكلم بصراحة أكثر معك عن التخصصك طبعا أنت بروفيسور واستشاري في الطب النفسي مستوى قبل أن أتحدث عن الطب النفسي أنا أريد أن أتحدث عن الصحة النفسية كيف تقيم الصحة النفسية لدى السعوديين اليوم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني حقيقة السؤال هو سؤال قصير لكن الإجابة عليه كبيرة لما تكلم عن الصحة مفهوم الصحة نعم هي تتكون من ثلاث محاور حسب ما عرفتها منظمة الصحة العالمية هي الصحة النفسية والصحة الجسمية والصحة الاجتماعية فعندما نتحدث عن صحة الفرد السعودي فأنت تتكلم إذا أنت تتكلم عن مستواها فأنت تتكلم عن أداء وزارة الصحة وأداء وزارة التربية والتعليم وأداء وزارة العمل وأداء وزارة الشؤون الاجتماعية بل وأداء كل الوزارات لأنها كلها معنية هذه الوزارات برفعه الإنسان وأنواع الصحة نعم لو كنا نتكلم عن الصحة النفسية في جزء واحد الصحة النفسية حقيقة عندها مشاكل مشاكل الصحة النفسية عن عدة مستويات على مستوى الفرد الكثير من الناس يجهل ما هي الطب النفسي ما هي المشكلات النفسية ولعلي أضرب لك مثال بأحد طلاب الجامعة اللي قابلني جاني في العيادة وقال لي يا دكتور عبدالله سمعت أن واحد يستاني سنو مريض يفرح أنه مريض يفرح أنه مريض أيوة قلت رو الله لا أنا عرف أن واحد يدي عرف أنه مريض يسعل صحيح قال أنا كان عندي مشكلة وما كنت أعرف أن هذه مرض ممكن علاجه وكنت خلاص أقول هذا قدري يعني فلما سمعت لك وقرأت وبحثت في الموضوع عرفت أن هذه حالة مرضية ممكن علاجها فرحت فالشاهد حقيقة أنه ضعف مستوى الوعي بالمشكلات النفسية يجعل المشكلة تكبر وتتفاقم لأنه ما نستطيع نحن نجهل بأمراضنا النفسية ومشكلات النفسية وبالتالي لا نستطيع تعامل معها نعم هذا جانب الجانب الآخر أنا أعتقد أنه نحن الأطباء النفسيين أو نحن المختصين النفسيين أطباء النفس اجتماع نحن أيضا يقع علينا شيء من العتب ومسؤولية التقصير في أنه إلى الآن ما وصلنا للدرجة التي فعلا نوصل أنفسنا فيها أو نوصل التخصص إلى أذهان الناس الجانب الآخر اللي هو مستوى الأداء الخدمات أحيانا يكون يصد عن محاورة العلاج يعني إنسان مثلا يلاحظ أنه عنده مشكلة نفسية فلا يوفق بالذهاب إلى شخص جيد أو لممارسة جيدة فبالتالي يجعل عنده انطباع سيء طيب إذا قارننا أنفسنا مستوى بالعالم يعني كيف وضعنا إحنا من ناحية كأمراض وكطب نفسي من نسبة للعالم هل هم متقدمين متخلفين في الوسط أولا خلينا أقول لك كم يعني أو أعطي فكرة عن نسب انتشار المشكلات النفسية على مستوى العالم طيب أعتقد أننا نحن جزء من هذا العالم نعم حوالي 20% من مراجع عيادات الرعاية الأولية يعني يخذ أي طبيب في أي مستشفى مراجعين رعاية الأولية 20% منهم مشكلته في الأصل هي مشكلة نفسية إما لوحدها مشكلة نفسية أو جزء من مشكلتها العضوية الدراسات منظمة الصحة العالمية التي أقيمت على عدد من دول العالم وحن الآن عندنا بحث جاري سينتهي إن شاء الله في نهاية عام 2013 أنا المشرف عليه مع بعض الزملاء تبع منظمة الصحة العالمية تبع منظمة الصحة العالمية وتشرف عليه وزارة الصحة وجامعة الملك سعود ومشكلة 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 نبحث عن نسب انتشار الأمراض النفسية بين عامة الناس يعني بحث ميداني هذه الدراسات تقول أنه 10% من أفراد أي شعب على وجه المعمورة في أي وقت عندهم مشاكل نفسية طبعا ما أقول أمراض نفسية لأنه في فرق بين المرض ما الفرق بينه والعرض المرض هو الذي تكتمل عناصره بأنه هذا هو المرض الفلاني لكن إنسان يكون عنده شيء من القلق لكن ربما ما وصل إلى درجة مرض نفسي إنسان وصل عنده شيء من الكآبة لكن ما وصل إلى درجة الاكتئاب إنسان عنده شيء من المخاوف لكن ما وصلت لدرجة الرهاب هذه كلها مشاكل ممكن تكون في طريقها إلى المرض النفسي ولذلك مهم التعرف عليها لعملية الوقاية من المرض النفسي يعني الأعراض أحيانا ما تكون مرض تكون هذه تسمى مشاكل نفسية لكن لما تتطور وتكون تكتمل العناصر المرض وتقول عليها مرض نعم تقول أيضا الدراسات إنه واحد من أسرة من كل أربع أسر عندهم شخص عنده مشكلة نفسية ما شخص من كل أربع أسر يعني كل أسرة من أربع أسر عندها شخص عنده مشكلة نفسية نعم الإشكالية حقيقة في أنه عشان أوري بس أنه المرض النفسي حاجة ما هي سهلة أنه لك أن تتخيل مثلا أنه شخص في أسرة معينة عنده سكر كم فرد من أفراد الأسرة يمكن أن يتضرر بيكون عنده سكر ما فيها ما في فرد هو الوحيد اللي يتضرر نعم طيب لما يكون هذا الأب أو هذا الأم عنده اكتئاب ما يجلس مع الأسرة ما يقدر يشتغل نفسية الشينة يدخل في خلافات معهم كم واحد هيتضرر كل الأسرة تتضرر نعم ولذلك عندما يعالج هذا الشخص يعني المرض النفسي مش معدي ولكنه مؤثر أثره متعدي نعم ولذلك عندما يعالج هذا الشخص فأنت تعالج أفراد الأسرة قلت يعني صورت يعني المرض النفسي مرض غير معدي ولكنه متعدي ولكنه متعدي أثره متعدي نعم في أيضا دراسة أقامتها منظمة الصحة العالمية وشافت وش أكثر الأمراض تأثيرا على الإنسان وش أكثر الأمراض التي تسبب العجز والإعاقة طبعا لا قد مفهومها العام وليس بمفهومها الجسد سواء النفسي أو غير نفسي او غير نفسي إيش الأول؟ وجدت أنه العشرة أمراض الأكثر سببا للإعاقة والعجز خمسة أمراض منها نفسية وأنا أعطيك هذه الشريحة 50% يعني 50% بالضبط هذه الشريحة إذا كان يقربوا الصور عليها فخمس أمراض من من العشرة من العشرة أمراض الأكثر سببا للعجز والإعاقة نعم هي أمراض نفسية الأول اللي هو الأيدز أول واحد الإيدز يأتي بعد ثاني مباشرة الاكتئاب بعدين الدرن بعدين مال الكحول بعدين إذاء الذات وفقر الدم الفصام والإضطراب الوجداني الثاني القطب والعنف نعم طيب الآن خمسة أمراض لكن خذ العنف العنف ألا يمكن أن يكون أيضا جزء منه المرض النفسي بلى إذن المرض النفسي أيضا جزء منه حوادث الطرق ألا يمكن أن يكون أيضا جزء من هالمراض النفسي إما يقود في حالة سكر ولا في حالة زعل ولا في حالة كذا إذن حقيقي يمكن خمسة اللي مؤكدة لكن سبعة عليها يعني على المستوى طيب أشر الأمراض النفسية اللي عندنا هنا وتؤثر على المجتمع بشكل مباشر وإيش هي في السعودية؟ هي بنفس نسبة انتشار الأمراض النفسية حتى في دول المستوى العالم نعم طيب أن أتكلم الآن من واقع انطباع الدراسة الميدانية إلى الأمراض المستوى لكن أكثر الأمراض اللي نحن نشوفها حقيقي في العيالات النفسية وفي المستشفيات أكثر حالات في حالات اللي نسميها الحالات غير الدهانية اللي هي الاكتئاب، القلق، الوسواس، الرهاب اللي هو المخاوف غير المبررة إيش الأسباب اللي في مجتمعنا تقف خلف مثل هذه الأمراض؟ ليش ترتفع مثلا عندنا هذه الأمراض؟ في تكوينة مجتمعنا أنا لا أعتقد أنها ترتفع عندنا في العالم نحن متسوين نعم أعتقد أن هذه في كل نحاء العالم يعني أنا كنت أتساءل أنه هل طبيعتنا السعودية ترفع أو تخفف من أمراض معينة على مستوى العالم؟ أنا لا أعتقد أنه في شيء ممكن أن يقول بي به هذه النقطة اللهم إلا في حاجة واحدة أنا لمستها من واقع تجربة أنا كنت في فترة التدريب طبعا هذا كلام قبل حوالي 25 سنة لما كنت في كندا شفت في حالات الرهاب الاجتماعي يمكن خلال أربع سنوات ونص اللي قضيتها هناك يمكن شفت ثلاث أربع حالات في كندا في كندا طيب في السعودية في ثلاث ساعات أشوف ثلاث أربع حالات ليش؟ ليش طبعا ما عندنا دراسات في الموضوع هذا لكن في تقديري أنه نحن مجتمعنا حقيقة مجتمع يقوم على الفصل ما بين الكبار والصغار يعني احتكاك الأطفال بالكبار قليل جدا ولذلك أنه يتعلم المهارات الاجتماعية فرصة أقل إذا جلس في المجلس صغار أفسحوا المجال الكبار قوموا لا تضحك لا تتكلم لا تقول كذا طبعا هذا جانب تربوي الجانب الآخر مجتمعنا يقوم كثير على الانقباعية وعلى النقد ولذلك تجد أنه في المجلس مجرد مايه مثلا الشخص يقوم تلقى أصباح توددون شفت الكلمة اللي قالها شفت قال كذا شفت يوم تفشل شفت يوم ضحك شفت يوم كذا طبعا الطفل الصغير اللي قائد يسمع الكلام هذا مباشرة يقول يا الله أنا يوم الأيام أبقى في نفس الموقف هذا وبين قال عني تفشل وكذا كثير من القوانين الاجتماعية يعني عندنا الكثير من القوانين الاجتماعية غير مكتوبة ولذلك الواحد يعني يلبس بطريقة معينة ويجلس بطريقة معينة ويتحدث بطريقة معينة وكأنه كل شيء يقوله يجب أن تجيد ما يتوقع منك أن تقوله وأن تفعله وإن كنت لست مقتنع فيه لكن بينك وبين نفسك اعمل ما تشاء وقل ما تشاء يعني أفهم منك أنه إحنا على مستوى العالم نسير بنفس الرقم إلا يمكن الرهاب الرهاب الاجتماعي على تقوير أنه أعلى بسبب التكوين الاجتماعي عندنا طيب قضية المرجعية اللي فرويد مثلا في علم النفس وقضية مرجعيتنا الإسلامية ودراستكم اللي أنت درستها مثلا في كندا إيش تشوف أنه أنت عندكم يعني سويتوا فلتر في هذا الموضوع تشوف لا أنه هو وضع أسس ولا تتعارض أو لا يعني أنا ودي تشرح لهذه المعادلة لأنه كثير يسأل عن أساس علم الطب النفسي إنه منسوب لفرويد وتعرف أنه عنده نظريات كثيرة تتعارض مع الشريعة لا أولا يعني علم الطب النفسي ما هو منسوب لفرويد يعني فرويد ما هو إلا أحد الناس اللي تحدثوا في الطب النفسي وهو مؤسس المدرسة التحليلية المدرسة التحليلية هي جزء يسير جدا الآن من ممارسات علم النفس والطب النفسي هناك مدارس سلوكية هناك مدارس معرفية هناك المدرسة الدوائية هناك يعني مدارس كثيرة فاختزال الطب النفسي إلى أنه يتكلم بنظريات فرويد اللي هي تتكلم عن الجنس أعتقد أنه هذا يعني في تصطيح في تصطيح وفي اختزال مخل إما مقصود من بعض الناس أنه يريد أن يحجم أو يصد الناس عن الطب النفسي أو غير مقصود لجاهل بعض الناس بأنه لا الطب النفسي حقيقة لما تكلم عن الطب فهو طب قائم على العلم التجريبي أنه الأسلوب الفلاني يفيد المرضى الفلاني وتثبت بالتجربة التي لا تقبل نسبة يسيرة من الخطأ بأنه فعلا فعال سواء كان دواء أو يعني تجربة بالصح والخطأ يعني يعني تستطيع أن تقبل هذا الشكل طيب قضية الخطاب الديني نحن مجتمع متدين وكثير من المعادلات عندنا مربوطة بشكل مباشر أو غير مباشر بعنصر الدين أنت كيف تشوف أثر الخطاب التدين على الصحة النفسية؟ أنا أعتقد أنه الخطاب الديني لما أقارنه الآن بمثلا قبل عشرين سنة ما في شك أنه فيه توجه لصالح الصحة النفسية ولا أقول لصالح الطب النفسي لصالح الصحة النفسية وش الفرق بينه؟ الفرق أنه أصبح هناك من العلماء المعتبرين من هيئة كبار العلماء مثال الشيخ عبدالله المنيع الشيخ عبدالله المطلق وعدد من المشايخ عندهم وعي بالواقع عندهم إدراك بالواقع جلسوا مع الطباء نفسيين ربما حتى قرأوا في كتابات بعض هؤلاء الطباء فأصبح عندهم قناعة بهذا التخصص قناعة بالأشخاص ولأننا مثل ما قلت نحن مجتمع متدين فعندما يقول الشيخ عبدالله المطلق ولا الشيخ عبدالله المنيع ولا أحد المشايخ الفضلاء لأحد من يستفتون بأنه ربما تكون مشكلتك نفسية يذهب إلى طبيب نفسي ما في شك أن هذا يعطي مصداقية ويعطي شرعية يمكن ويعطي شرعية نعم فس هناك فجوة بين بعض الشرعيين وبين بعض النفسيين يمكن تقرأها أنت على الساحة هذه أنت كيف تقرأتك لهذه الفجوة؟ أنا أعتقد أن الفجوة هذه في جزء منها سراع مصالح سراع مصالح بمعنى أنه كلا الفريقين يدعي العلم فالطبيب نفسي ربما يدعي بأنه هو أعرف بتخصصه وأعرف بكذا وهو جاهل حقيقة ربما بجوانب لي خارج التخصص والمتخصص في الشرعة وعالم الشرعة وكذا أيضا هو عالم بتخصصه لكنه جاهل بالطب النفسي فأحيانا عندما الإنسان يصل إلى درجة من العلم في تخصصه قد يقع في مأزق أنه أصبح يعرف كل شيء ولذلك تجد أن بعض المتخصصين سواء من الشرعيين أو حتى من التخصصات الأخرى مجرد ما أنه حصل على حرف الدال أو حصل على منصب معين وتصدر مثلا منبر إعلامي معين أصبح يفتي في كل شيء يتكلم في الاقتصاد أو يتكلم في الطب أو يتكلم في الشرع أو يتكلم في كل شيء وأيضا يعني يكون معه نظرة دونية للآخر في تخصص نعم نعم صحيح قضية التدين الضيب أثر التدين على الصحة النفسية بشكل عام أنه هل لها أثر مباشر أو غير مباشر أو ليس لها علاقة المرض النفس ومرض النفسي بل لها تعثير حقيقة ما في الشك الإيمان بالقضاء والقدر الإيمان بالله الإيمان بمفهومها العام يجعل الإنسان يتكيف مع ضغوط الحياة ومع مشكلات الحياة بشكل أفضل وهذا يقيه من المعاناة النفسية لكن عندما نقارن المرض النفسي بالمعاناة النفسية المرض النفسي غير لما تكلم عن اكتئاب مثلا تتكلم عن فصام تتكلم عن وسواس تتكلم عن هذه فيها فيها جانب أحيائي كثير جانب كيميائي كثير يعني ثابت مثلا في حالات الاكتئاب في حالات الوسواس في حالات الفصام أن هناك سيالات كيميائية معينة تختل يعني اضطراب كيميائي في المخ في المخ اينا لكن لما تكلم عن التدير ما قبل الأمراض النفسية يعني الشعور مثلا بالضيق لفوات شيء من أمور الدنيا الشعور بالخوف مثلا شيء مستقبل سيحدث الشعور بالقلق الشعور بمثلا عدم القدرة عن النوم إلى آخر من المشكلات هذه فما في شك أنه الإيمان وكلما زاد مستوى الإيمان كلما قلت هذه المشكلات وهذه المشكلات وهذه المشكلات أحيانا هي تكون سبب حتى من أسباب الأمراض النفسية الأمراض النفسية لا يمكن اختزالها أيضا عشان استدرك على نفسي أنه لا يمكن استدراك عدد من الأمراض النفسية اختزالها أنه هي فقط كيميائيات يعني نرجع للكلام اللي قلته أنت في أول حلقة فقط عندنا مشاكل نفسية وعندنا أمراض نفسية فالتدين يؤثر على المشاكل النفسية لكن المرض النفسي لا أمرض نعم وطربات التكيف هذه قد تصل في درجة من درجات أن ينتقل إلى فعلا أن يكون عنده مرض نفسي يعني إذا ما قدر يتكيف على ذا ممكن تحول إلى مرض طيب الأمراض النفسية هذه ممكن تورث يعني الخلل بالدماغ إذا ممكن جدا نعم هي ممكن يتورث طيب الآن عندنا دائما تحدثون الفقر والبطالة والانتحار إلى آخري عندنا أيضا يعني عندنا خلي نقول مجتمعين مجتمع فيه فقر مجتمع فيه بطالة عنده مشاكل من هالنوع مادية وفيه عندنا مجتمع آخر ترف وغينة فاحش نحن نشوف أن الأمراض النفسية موجودة هنا وموجودة هنا لكن أنت بحكم خبرتك وممارستك أنت تشوف أيهم أكثر أو أيهم بيئة أكثر نشاطا فيها الأمراض النفسية والمشاكل النفسية والله يأخذ سؤال هذا صعب لكن خلينا أقول لك دراسة ذكرها لي حقيقة ما طلعت عليها لكن ذكرها لي البروفيسور شيخ إدريس وهو أستاذ طب النفسي بجامعة الدمام ذكر لي أنه في دراسة أقيمت لمسح أو تعرف على مستوى الأمراض النفسية في قرية من قرى السودان ثم بعد عدة سنوات أنا لا أذكر الرقم بالضبط أعيدت نفس الدراسة على نفس القرية وجد أنه نسبة أو القرية هذه أصبح عندهم طرق معبدة أصبح عندهم كهرباء أصبح عندهم خدمات لكن الإحساس بالفقر زاد لأن الإنسان إذا ما استطاع أن يواكب الناس اللي حواليه ممكن أن تبدأ عنده المعاناة النفسية فالفقير لما أنت تقول تقارن مجتمعات فقيرة مع مجتمعات غنية الفقير بين الفقراء ما عنده مشكلة ترى يعني هو متوافق مع بيئته والغني بين الأغنياء هو متوافق مع بيئته لكن خذ المدينة زي مثلا مدينة الرياض فيها الفقراء وفيها الأغنياء هنا تكون معاناة الفقراء يعني كبيرة ليش كبيرة يعني اشرح لي خليني أفهم كبيرة لأنه يشعر بالفقر يشعر بالحرمان يعني الفقير في مدينة الرياض يشعر بالحرمان أكثر من يشعر بالحقد على الأغنياء وهذا طبيعة النفس البشرية زولي للناس حبوا الشهوات ويبغى يكون عنده بيت زين يبغى يكون عنده سيارة يبغى يكون عنده فلوس يبغى يعرف يسافر لما يشوف أنه في نهاية العام الدراسي كل الطلاب مثلا بالنسبة للطلابي اللي حوالي يتكلمون ونسافر السنة هذا يروح المكان الفلاني وكذا ويقعد في الرياض حارس هل أن يرجعون يعني ماذا توقع أكيد يتأثر النفسية قد لا يصل إلى درجة المرضى النفسي لكن هو مشروع مريض نفسي طيب الآن الفقرة من خبرتك اللي يجونك أكثر الأمور في العيادة الأغنية أو للفقرة الحقيقة لا أستطيع أن أجيب إيجابة علمية على هذا السؤال لأن ربما الأغنية عندهم المادة القدرة أنهم يسافرون براء يعجون براء عشان أحد يدي عنهم فأنا لا أجيني غير الفقرة طيب أسألك عن قضية الخجل من المرضى النفسي لكن بعد فاصل قصير حياكم الله من جديد مع ضيفية دكتور عبدالله أسبيعي كنت سألتك قبل الفاصل عن موضوع الخجل كنت تحت الهواي ممكن تتكلم عن موضوع أنه في طبقة معينة أنه تطلب أطباء من خارج البلد يأتون لها لأنه لا يستطيع أن يذهب إلى مكان أو مصحة نفسية لأنه يعتبر أنه مرضا نفسي أشبه بحالة من حالات الجنوب هو ما هو فقط أنه ما يبغى يذهب إلى مصحة وحتى ما يبغى طبيب سعودي يعرف يجي ويعرف عن حالته فيقول له أنا أجيب أحد من براء بفلوسي يعالجه لديه ولا بنتي ويطلع ويروح مع أحد دراء ولا أحد كده طبعا من حقه بلا شك طب ليش عنا ما نستحي من السكر والضغط أنا أقول أني أنا فيني مرض سكر أو فيني مرض ضغط وأستحي أقول مثلا فيني رهاب ولا فيني اكتهاب طبعا هذه عبدالله ما هي مشكلة مجتمعنا بس يعني حتى في المجتمعات المتقدمة موجودة فيه ربط دائما ما بين المرض النفسي والضعف أنه هذه نوع من النقص نوع من العيب نوع من الضعف نوع من إذا أخذنا الأمراض الدهنية نوع من الجنون فما أحد وده يوصن بهالوصمة حالية تسمح لي أسأل شوي يا سئلة يعني أكثر تسأل الناس كثير من الناس يتكلم عن الأطب النفسيين أنه الطبيب النفسي غير مستقر نفسيا يعني أنه الطبيب النفسي بشكل أو بآخر طبعا أنا ما أتحدث عن حضرتك لك أتكلم بشكل عام أنه أن الطبيب النفسي غير مستقر نفسيا إما لأنهم أساسا يعني يعايشون مرضى نفسيين على طول اليوم فهذا قد تؤثر عليهم أم أنهم هم يستخدمون بعض الأشياء الغريبة التي يستنكرها المجتمع وبالتالي يصفون الطبيب النفسي بأنه شخصية غير مستقر أنا طبعا لو أعجبتك على السؤال فأنا بك أني يعني أوافقك على هالفرضية هذه لكن خلني يعني أجيبك بشكل غير مباشر أنا كنت ساكن أول هل هي موجودة ولا لا يمكن هذه النظرة لا لا أنا ما أظنها موجودة حقيقة لكن حنا العين علينا عرف لما تدخل مكان معين فأنت مباشرة تبي تفتح عينك على الناس الموجودين فيه لو قل لك فلان مريض فلان فيه كذا تبي تفتح العين عليه أنا مرة كنت ساكن في السكن الجامعي وكان فيه مسافة ملعب كورة ما بين موقف السيارات وما بين المستشفى وكان يمشي أمامي أحد الزملاء ساكن معنا في السكن وما هو طبيب نفسي هو تخصص باطنة وكان يمشي قدامي ويهز يده كذا ويتكلم يعني أنا أسمع صوته وأشوف يده أنا قلت في نفسي لو أنا عملت كذا وشافني واحد من وراء قال له هذا له أطباء نفسيين فأنا أظن حقيقة الفكرة هذه يعني فكرة غير صحيحة أو ربما أنه يعني تعرف الأطباء نفسيين هما نسيج من نسيج المجتمع هما بشر يعتريهم ما يعتر الناس من أمراض نفسية وعضوية فإذا كان أحد منهم مثلا عنده مشكلة معينة وعممة أو أحد منهم عنده سلوكيات معينة وعممة أعتقد أن هذا في خلل منهجي خلال الفكرة طيب أهو يمكن هذه الصورة الإعلام يمكن رسم بلا شك لكن مؤخرة الإعلام هل هو يعني يمارس نوع من التوعية بالتخصصات النفسية أو يمارس نوع من التشويه سواء فيه على مجال الدراما أو على مجال البرامج أظن على مستوى الدراما لا يعني النظرة يمكن لازال فيها يعني محاولة إظهار الطبيب النفسي بأنه مشعر منكوش وكلامه يعني غير مترابط وكذا لكن على مستوى البرامج يعني أنا كان لي برامج تلفزيونية وكثير من الزمل لهم برامج ولأنه ظهور في الإعلام أشعر أنه هناك تعطش للسماع من ما يقولها الطبيب النفسي ونجلس في المجالس والمكان اللي نجلس فيه نشعر أنه الناس ودهم أننا نتكلم ويسمعون فأظن على مستوى البرامج لا يعني فيه محاولة لنشر الوعي هل هو عد المجهود هذا يجير لنا ولا يجير لكم الإعلامين هذا شيء آخر نحن على مركب واحد إن شاء الله قضية الكفاءات يعني على مستوى السعودية هل الأخصائي والطبيب النفسي لآخري الكفاءات البشرية بحجم الحاجة الموجودة في السعودية أبدا هي ليست بحجم الحاجة لكن ما أعرف حقيقة أن وزارة الصحة خلال السنوات الخمس أو السبع الماضية خطط خطوات كبيرة باتجاه محاولة سد الفجوة ما بين الحاجة يعني استقدام أطباء أو تعليم بكل الأشكال سواء كان اتتاح مستشفيات إيجاد أسرة توظيف أطباء من الخارج أو متخصصين من الخارج تعليم وتوظيف الخريجين للجامعات السعودية فهناك محاولات لكن لا تزال الفجوة موجودة نضرب لك مثال حقيقي بآخر الإحصائيات التي هي إحصائيات عام 1430 عام الماضي عدد الأطباء الاستشاريين في وزارة الصحة على مستوى المملكة 73 طبيب استشاري بس؟ فقط على مستوى السعودية 73؟ على مستوى السعودية نعم منهم 38 سعودي ومنهم 35 غير سعودي السعوديين كم؟ 38 يعني الحين حنا في السعودية ما عندنا للا 38 استشاري نفسي بس؟ أنا أتكلم عن وزارة الصحة طبعا عندنا نظام الصحي عندنا في السعودية مقسم إلى وزارة الصحة وزارة الدفاع وزارة الداخلية الجامعات يعني مستشفيات العسكرية ودولي ما يبتبع الحسبة هذه؟ تابعة الحسبة هذه. والأخصائيين اللي هم درجة أقل من الاستشاري لو معم دبلوم ومعم ماجستير. 225 منهم 55 سعودي و 170 غير سعودي. طبعا لو جماعتهم كلهم مع بعضة يجي حوالي 300 وشوي. هي أقل بكثير من. هو المفروض الكم لكل مئة ألف أو كم لكل الرقم العالمي. المفروض انه من خمسمية إلى ألفين. إذا نقول الحد الأدنى خمسمية. الحد على ألفين. طيب. وحن في سعودية على الرقام دي كم نطلع. ايه. 300 وشوية إذا ما تكلم عن الاستشاريين وكذا. طبعا في حصيات وزارة الصحة وضعوا طبعا ناشلتها. لكن وضعوا الأطباء المقيمين اللي هم تحت التدريب وكذا. لكن الحقيقة لا يمكن احتسابهم بأنهم يعني من ضمن الطاقم. حيش الفرق دكتور بين الطبيب النفسي وبين الأخصائي النفسي. الخصائي النفسي هو الاختصاصي علم النفس. وليس خصائي. اللي ما درس طب يعني. اللي ما درس طب. هو خريج. طيب وش شغلت هذا؟ هذا هو خريج كلية التربية. بسم علم النفس. تخصص أو مسار علم نفس. كلينيكي. فهذا دور العلاج بدون أدوية. جلسات. يعالج. الطبيب النفسي هو من يعطيه الطريقة وهو يعالج. ولا ممكن المريض يروح لمباشرة. لا ممكن المريض يروح لمباشرة. طبعا أنا ما أتكلم هنا عن التأهيل. ترى أتكلم عن وش الصلاحيات. طبيب النفسي خلص كله في الطب ودرس عدة سنوات في تخصص الطب النفسي. وأصبح قادر على العلاج دوائيا وغير دوائيا. نحن الآن في وقتنا الحاضر. نعم. من زملائي الأطباء من هو متخصص في العلاج النفسي بدون أدوية. بدون أدوية. بدون أدوية. مع أنه طبيب ومن صلاحياته ودرس وتدرب وتمرن على العلاج بالأدوية. نعم. لكن هو اختار بمزاج أن يتخصص في هذا التخصص. زملاء أن علم النفس هم متخصصين أو درسوا بهذا الاتجاه. يعني الأدوية وتشخيص الأمراض ما يدخلون فيه. لكن يدخلون فيه عملية القياسات النفسية. اختبارات الدكاء. اختبارات الشخصية. والعلاج السلوكي والعلاج المعرفي وإلى آخر. طيب المدام تكلمت عن موضوع الدواء. يعني هناك كلام على أنه خطورة الدواء النفسي. وأنه هذا يسبب الإدمان. وأنه أنت يعني حتى من بعض الوصايا. إذا رحت الطبيب نفسي يسمع اللي عنده. بس أنت بتاخذ الدواء. بل أنه في أخطر من ذلك. يعني معاذ خطيب كتب. قال أنه في فيلم وثائقي اسمه تسويق الجنون. يتكلم عن الطب النفسي. وفضائع صناعة الأدوية المخصصة لعلاج النفسي. التي يزعم أنها تعالج للطرابات النفسية. والمؤامرة الكبرى التي تحيكها وترتكبها شركات الأدوية العالمية بالتحالف مع الطب النفسي على الأبرياء والبسطاء والسدج والمخدوعين. يعني هذا يتكلم عن مؤامرة عالمية لتسويق الأدوية وإدمان الناس عليها. وفي النهاية ما هم محتاجين لهذا الكلام. تتفق مع الفكرة هذه. والله يشوف. هذا كلام عن فيلم. والفيلم ليس مرجعية لأي كلام علمي. وفيلم وثائق طبعا. بغض النظر. فيلم وثائق أنا ممكن أسوي فيلم وثائق وطلع عبدالنم ديفر أحسن الناس. وممكن أسوي العكس. صحيح. يعني أنا أختار ما ما وجده وأتكلم. فأتكلم عن المرجعية العلمية. المرجعية العلمية حقيقة أنه لا يتم ينزال دواء للاستخدام إلا بعد ما يكون صرف عليه ملايين الدولارات والريالات. لإثبات فاعلية بشكل لا يدع مجال للشك. يعني تخيل أنه مستوى الشكل يجب أن لا تجاوز خمسة في مئة. وثبتت أيضا أنه ما له تأثيرات جانبية أو على الأقل عرفت تأثيرات الجانبية بأنه ما هي خطيرة وكذا. ومع ذلك هناك الأبحاث المستمرة على طول. على التطوير. على التطوير. على الاكتشاف. وأضرب لك مثال مثلا. الأسبوع اللي فات كان استشارتني إحدى الأخوات باستشارة مكتوبة أن تأخذ الدواء الفلاني هل يضر على الحمل ولا لا. فقلت لها كتبت لها على ورقة أنه يوقف الثلاثة شهر الأولى بعد الثلاثة شهر بمكان أن تعيد لاستخدامه. في نفس الوقت معي الجوال حقي متصل فيه بأحدث يعني مجلات متخصصة. وصني منهم رسالة بأنه الدواء هذا تحديدا أنه حتى ثبت عليه مؤخرا أنه ممكن يكون له أضرار. وهو طبعا ما هو دواء نفسي. هو يستخدم العصاب. لكن سنستخدم أيضا في الطب النفس اللي ضبطه مزاجه. أنه ممكن يسبب أضرار على الجنين. مباشرة طلبت الاستقبال وترجعوا لملف الأرسال التقمية. غيرت التوصية حقيقة مباشرة. فهناك علم وهناك أبحاث مستمرة. طيب الحال الإدمانية دكتور. قضية أنه أنه هذه تسبب نكسات. يعني هي إذا دخل فيها خلاص. صار أسير لها حتى الممات. والله إذا بنطبق المنطق هذا. فمريض السكر هو أسير لدواء حتى الممات. ممريض الضغط أسير لدواء حتى الممات. هذه الأمراض الأمراض المزمنة. نعم. إذن نحن نتحدث عن خلط بين الإزمان والإدمان. الأمراض المزمنة فيها أمراض عدوية. وحتى الأمراض النفسية فيها أمراض مزمنة. يعني لازم يستمر على العلاج على طول. نعم. مثل؟ لحل أو لتعويض نقص معين. يعني الاكتئاب مثلا من الأمراض الشائعة. فيه منه اكتئاب حادي ممكن يعالج لفترة وينتهي العلاج. وفيه اكتئاب مزمن. يحتاج أن يستمر على العلاج عشان يكون بأحسن حالاته لطول عمره. فهذا ليس عيبا في الدواء. وإنما عيب أو الخلل في المشكلة الصحية نفسها. الإدمان بمصطلحها العلمي وبمعناها العلمي هو أن تشتاق للدواء. يعني مثل ما تشتاق للدخانة الله يعيدنا وياه. خرمان يعني. خرمان. ولا القهوة ولا الشاهي ولا كده. أو أنك تستخدم الدواء بجرعة معينة ثم بعدين الجرعة هذه مع تكفي تضطر لزيارة الجرعة. وتزيد وتزيد أيضا إلى مال النهاية. هذا الإدمان. وهذا حقيقة يمكن أن يحصل في بعض الأدوية النفسية. يمكن أن يحول أربع أدوية عندنا. من بين الأدوية هذه بالمناسبة ما تصرف إلا بوصف مقيدة. وعليها تقييد من الوزارة الصحة أنه ما يصرف أكثر من علبتين. وعليها متابع من الوزارة الصحة والداخلية وكذا. بينما بقية الأدوية النفسية التي ظهرت عليها السمعة السيئة والمقولة هذه هي لا تسبب. طيب في قضية الأسرة يعني هنا من مجمع الأمل للصحة النفسية بالرياضي يقولون أنه في مرضى خلف أبواب المستشفات النفسية لعشر سنوات. وذوهم يغيرون عنوينهم تهربا من استلامهم. في مشكلة في تعامل الأسرة أو تقبل الأسرة للمريض النفسي؟ لا أعتقد أن المسألة مسألة تقبل. لكن المسألة مسألة قدرة أحيانا. أحيانا المريض النفسي يكون مؤذي يكون عنيف يكون مثلا يخرج من البيت يسرق كذا. عنده حالة مرضية عقلية. الأسرة لا تستطيع أن يتعامل معه. إلا أنهم يحطون له غرفة ويسكرون عليه يعني زي السجن. وربما يكون حتى عندهم المقدرة على توفير غرفة له بهذا الشكل. لأنه البيت ما يتسع. فيودون إلى أحد المستشفيات النفسية ويتركون هناك. لأنه هذا أفضل مكان يطمئنون عليه فيه. وهذا حقيقة يقودنا إلى أنه يعني الخدمات النفسية. مثل ما أنه مثلا في حالات العصاب الناس يجيون مثلا جلطات وكذا. تجد أنه صابت الجلطة ودخل المستشفى مثلا من المستشفى الكبار. وبعدين قالوا خلاص يطلع. عيالي ينفجعون. كيف تطلعونه بالشكل هذا؟ هو ما عندنا نقدر نسوي للشيء. فينقل إلى مستوى من الرعاية أقل. الأمراض النفسية تحتاج إلى هذا النوع. أنه في أمراض اللي يحتاج أن السرير يتدور بشكل سريع ويستفاد من السرير. وفي أمراض تحتاج إلى رعاية تمريضية. بزي المصحات هذه. بزي المصحات. وهذه تكلفتها أقل وكذا. هذه الآن ما هي موجودة عندنا بشكل يعني متوفر. أختم الفقرة هذه بهذا السؤال. قضية الرياضة. تشجيع الرياضة ومتابعة الرياضة. هل هي تساهم في الترفيه وبالتالي التخفيف. ونتيجة الصحة نفسية أفضل. أو أنه لا هي مزيدة من الاحتقال والكآبة وإلى آخره. تكلم عن متابعة الرياضة في التلفزيون. تشجيع الأندية. أنا أعتقد أن كل شيء إذا له حد معين. إذا تجاوز هذا الحد أصبح مشكلة. يعني التعصب اللي ممكن أن يجعل الإنسان مثلاً يغمى عليه. أنت قراءتك للرياضة السعودية. تساهم إيجاباً أو سلباً في الصحة النفسية؟ أنا حقيقي أرتاح كثير لما يكون في مباراة ذاك اليوم أن الشوارع تفضي. فأستطيع أن أمشي بيدي سهولة. لكن ما أقدر أقول من واقع ممارسة أنه أصبحت تقود إلى أمراض نفسية. يعني أنت لا تثبت ولا تنفي. لا أثبت ولا تنفي. طيب مجموعة من الأحداث. أريد أن أقرأ أو أنظر إلى قراءتك النفسية لها من خلال الأيام السبعة. الملك عبد الله يأمر بصرفرات بشار لرجال الدفاع المدني. إسرائيل توجه ضربة لسوريا. وفاة الشيخ صالح الحصين. شرطة القصيم تقبض على شباب تجاوز الأعراف العامة. الأيام السبعة. دكتور عبد الله السبوع الماضي الملك عبد الله أمر بصرف راتب شهر لرجال الدفاع المدني. طبعا هو قال وصفهم الذين والله الحمد أدوا واجبهم تجاه دينهم ووطنين بكل تفاني وإخلاص. فهؤلاء لهم حق علينا في تكريمهم مقدرين وشاكرين لهم جميعا ما قدموهم تضحيات وأعمال. خففت كثيرا من تعرض المواطني للخطر لا سامح الله. أنا أريد أن أتحدث أو أسألك عن ثقافة الحفز والدعم في المؤسسات الحكومية. أنت كيف شايفها موجودة أو غير موجودة؟ كيف أثرها؟ والله الآن أرى أنها هي موجودة بشكل كبير. إذا أريد أن أتكلم عنه على وجه العموم. لأنه في النهاية الكل يستلم نفس الراتب. سواء كان أجاد في عمله أو لم أجاد. سواء كان خرج عن المألوف وقدم أكثر مما ينبغي. وللتزم بالحد الأدنى. فثقافة التحفيز ما هي موجودة حقيقة. على وجه العموم في العمل الحكومي. لكن السؤال أنه هل التحفيز هو فقط التحفيز المادي؟ لأنه ممكن يكون هناك وسائل تحفيز أخرى. مثل؟ مثل تشجيع الموظف. مثل إعطاء الموظف الجيد. مثلا أفضلية الدورات. هناك كثير مما يمكن أن يقوم به. مدير المنشأة أو مدير الإدارة لتحفيز موظفينه. ليس بالضرورة أنه تحفيز المادي. في إسرائيل طبعا وجهت ضربة لسوريا. الآن هذه المجازر التي يشوفها. الشعب السوري بعد هذه الثورة. بعد هذه القتلة وهذه الدماء. شعب كامل يحتاج إلى علاج نفسي؟ هو بلا شك أنه مثل هذه الأحداث سيكون لها تبعاتها النفسية. هناك أطفال شاهدوا مشاهد مروعة. هناك من فقدوا أباؤهم. هناك من فقدوا منازلهم. هذا الترويع لا بد قطعا أنه سيكون لتبعاته. وأنا أعتقد أن هذه التبعات لا تقف فقط عند الشعب السوري. كلنا نتألم. كلنا نشاهد. حتى أبناءنا اللي يسون أمام القنوات الفضائية. ويشاهدون طفل يصرخ على وجهه علامات الذعر والخوف. الطفل يقرأها أفضل مما نقرأها نحن الكبار. ويتفاعل معها أكبر مما تفاعل نحن الكبار. مفروض أن نشك وريهم الأشياء هذه؟ المفروض لا يشوفونها حقيقة. يا أخي في الدول المتقدمة برامج الأطفال تعرض في أوقات معينة. الوقت اللي يكون فيها الطفل. بعد هذا الوقت المفترض أن الطفل خلاص ينام. نحن عيالنا متسمرين قدام التلفزيون من يوم يفتح. أصلا ما عاد يفتح. لكن من يوم يرجع من المدرسة إلين ينام هو قدام التلفزيون. ما في رقابة لا على وش يتابع سواء كان أخبار أو غير أخبار. الآن الأطفال تعدوا مرحلة التلفزيون يشوفوا أشياء على الواتساب ويوتيوب. يشوفوا أشياء فيها قطروس وفيها أشياء مؤلمة جدا. أنت كيف يعني إيش اللي ممكن يصير لو الأطفال شافوا الأشياء هذه؟ والله أشوف هو نوعية من ردات الاستجابة وردات الفعل. إما أنه بتصبح الأمور هذه عنده عادية جدا. والتخوف حقيقي أنه هالجيل اللي تصبح عندهم هذه الأمور عادية ممكن يرتكبها ببساطة. ممكن يرتكبها؟ ممكن يرتكبها ببساطة لأنه لا يدرك يعني ما عنده الحساسية للألم اللي يمكن أن يعانيه هذا الشخص اللي وقعت عليه المشكلة. بالمفترض توصي أنه نبعد الأطفال عنه. نبعدهم طبعا. وهناك جيل من الأطفال أيضا أو جزء عدد من الأطفال أو نسبة من الأطفال. ممكن أن يتأذون. وممكن أن يصابون بمشاكل نفسية. نتيجة مشاهدتهم لهذه الأفلام. نعم. أيضا من الأحداث هناك مجموعة من الشباب قاموا بمجموعة من الرقص صغير اللائق. واحد منهم الظاهر كان عاري أو شيء من هذا القبيل. الشرطة طبعا قبضت عليهم وتحدثوا عن هذا. أنت كيف قراءتك النفسية مثل هذا الحدث الذي لا يتفق لا معاداتنا ولا مع قيمنا. حدث يعتبر غريب على المجتمع السرطة. وحقيقة ما هو غريب من تجمع شبابي أنهم يقودهم الحماس. وتحدي بعضهم لبعض أنهم يرتكبون بعض الحماقات. لكن المطمئن في الموضوع أن هذه ما هي ظاهرة. يعني ما حدثت في أكثر من مكان. ما تواترت في أكثر من مكان. أنا حقيقة بضطها بعدد من الأسئلة التي شفتها جتك على التويتر. أنه ناس يقولون أن الطب النفسي يستخدم ذريعة لممارسة الجريمة. بالضبط. فهؤلاء الشباب أنا لا أقول أنهم مرضى نفسيين. لكن أقول أنه كل حالة تقيم على حدة. لكن في نفس الوقت لا أستغلب أبدا حدوث مثل هذا الأشياء. مثل ما يحدث بعد المباريات ينزلون في الشارع. وممكن تحصل بعض الحوادث العنف وكذا. أريد أن أستعرض معك مجموعة من الأسئلة التي سألها الشارع. الشارع يسأل. لماذا تقاعد الدكتور مبكرا؟ لماذا توقف برنامجه في قناة المجد مع الدكتور محمد التويجري؟ وهل هناك أسباب أدت إلى توقفه؟ 15 دقيقة هل كافية لتشخيص وعلاج مريض نفسي؟ عيادتكم النفسية تفعل ذلك كحال العيادات الأخرى. 500 ريال زيارة أول مرة لمدة 30 دقيقة. راجع ب250 لمدة ربع ساعة في عيادة الدكتور عبدالله سبيعي. هل أصبح الطب النفسي متاجرة؟ لماذا سوقهم دوما من النساء إذا كانوا في برامج تلفازية؟ أليس الاستشارات النفسية على الهواء مباشرة، سلبيات ومساوئ مزعجة؟ يأتون بالمريض إلى قارئ فيقول فيه مس من الجن، ويأتون به إلى طبيب نفسي فيقول فيه مرض نفسي، ألا يمكن وضع حد لهذا العبث بالمرضى؟ ما النفسية السائدة في مواقع التواصل الاجتماعي؟ هل وزارة الداخلية تستعين بكم في معالجة الخضعين لبرامج المناصحة، وأيضا للمسجونين في قضايا أخرى؟ هل هي مصادفة أن تكون سمات الالتزام الديني ظاهرة على أكثرية الأطباء النفسيين، بالرغم من تصادم علم النفس مع كثير من معتقتات الدين؟ أصبح المرض النفسي دريعة لدى بعض المنحرفين لاتخاذه سترا لأفعالهم الشنيعة بحق غيرهم والمجتمع، وللتملص من العقوبة ما تعليقه؟ ليتك تسأله عن دورات تحليل الشخصيات عن طريق خط اليد، هل لها أساس علمي ومعتمدة؟ لأن مدربيها يقولون أنها معترف فيها في الغرب؟ الشارع يسأل حياكم الله في الجزء الثالث والأخير مع ضيفية الدكتور عبدالله سبيعي دكتور أنت تقعت؟ أنا تقعت، نعم، يعني تبدي؟ تقعت مبكراً وين ستكمل المسيرة؟ والله عندي بعض المشاريع، عندي مشروع البحث العلمي هذا اللي ذكرت، المسر الوطني نعم، أنا لازلت فيه وأستمر فيه إن شاء الله في كتابة فيه ومنشر، وعندي بعض الأعمال الخاصة بالإضافة إلى التواجد مع الأسرة والعودة إلى المجتمع مرة ثانية اخترت كأفضل طبيب نفسي في السعودية عام 2020، مين الجهة اللي حددت هذه الجائزة؟ هي ما هي جائزة حقيقة، هم ينظرون إلى نشاط جهة معينة، تنظر إلى نشاط، يسمونه هوزهو، هم مختصين بأنهم يبحثون عن نشاط المتخصصين في تخصصات معينة، وبدون حقيقة أي مقابل، سواء كان للشخص، لا يعطون جوائز ولا شيء، وبناء عليها، يحددون أن هذا هو الأفضل طبيب والأشهر واحد في هذا الوقت، كان هنا عندك برنامج فيه ثنائية مع دكتور تواجري على قناة المجلس، وبعدين توقف، يعني الناس فكهنت، ليش توقف على برنامج؟ والله البرنامج توقف من زمان الحقيقة، وهو توقف لأنه طلبنا أن يتوقف، يعني أحسستنا والدكتور محمد أنه أصبح في نوع من التكرار لمالك، ما كان فيه مشكلة بينك ومن الدكتور؟ لا لا، نازلنا على علاقة طيبة، وسنبقى إن شاء الله علاقة طيبة طيب، أيضاً مدام نتكلم عن البرامج الاستشارات، فيه سؤالين، أولاً أنه الاستشارات النفسية هذه اللي تكون على الهواء، هل ممكن بيتصال تليفون أن تتحدد الحالة؟ يعني أنتم معاشرون نفسين عندما تتحدثون عن، أحياناً بعشر ثواني وأحياناً بنصف دقيقة، تحدد تتكلم عن الحالة كأنك عايش معها سنة، سنتين، ثلاثة، يعني بوضوح تم، هل استشارة الهاتفية بهذا المقطع كافية؟ من الناحية الإجرائية، يعني أحياناً كثيرة، تعرف عن الخبرة ممكن تصل إلى تشخيص بعض الأمراض، وليس كلها قطعاً، من ثواني، من هيئة الشخص ممكن تعرفها، لكن من الناحية القانونية هذا لا يجوز، من الناحية القانونية من حق المريض الذي يجلس معك أن يأخذ الوقت الكافي للتشخيص، الوقت الكافي بمناسبة لا يقدرها المريض، بينما يقدرها الطبيب، لكن تعرف على أنه من 25 دقيقة إلى نصف ساعة إلى ساعة إلى ربع، حسب يعني من 20 إلى 45 دقائق، إلى 45 دقائق، طيب بدأ قلت لك يا دكتور أنه تكاثرات جداً كثيرين في الرياضة وفي السعودية، أحياناً ما يجلسون ولا ثلاث دقائق، ويكتب وصفة طويلة جداً وبسعر مكلف جداً، هذا موجود، هاي ظاهرة، شوف يا أخي، الممارسات الفردية، أي ظاهرة، أنا لا أتكلم عن مرسم، أتكلم عن ظاهرة، أنا لا أظن أنها ظاهرة، أبداً، أنا لا أظن أنها ظاهرة، وإذا كان هناك من يمارس هذا الشيء بأنه خلال ثلاث دقائق يكتب وصفة، هناك خلال، إلا في حالة واحدة أنه أصلاً يكون هذا المريض يعني مريضي، وسبق أني شفت أنا عدة مرات، وبالتالي هو جاء وقال أنا الحمد لله طيب، ما عندي شيء، كل أموري تمام، فهذه الزيارات للمتابعة ليس بتشخيص، أنا أسألك عن الزيارة الأولى، الزيارة الأولى لا يمكن أن تتم بهذا القصر ثلاث دقائق أو خمس دقائق أبداً، وإذا كان هناك من يمارسها سواء كان واحد أو عشر فأنت خطأ، يعني أنت واضح أنه أنت طلعت على الأسئلة التي أجتني على تويتر، أنت شفت عدد الأسئلة التي تتكلم عن قصر الوقت كثير، كانوا يسألون عنها، لكن هذه لا أخذي أخي بوجهة نظر، أنا أحيانا بعض الناس يقولها لي، يا دكتور أنا جيت كل مرة لي فاتت، وحسيت أنك لم أعطيتني الوقت الكافي، ثلاث دقائق أو خمس دقائق، بعدين أراجع الملفاء، لقد كتبت ثلاث صفحات، وأقول لي أخي لا يمكن كتبت ثلاث صفحات في ثلاث دقائق، طيب، قضية أنه في الاستشارات السوق دائما النساء، هل النساء عندهم في قضية الأمراض النفسية أكثر من الرجال في السعودية؟ هو على وجه العموم النساء أكثر إصابة بالأمراض النفسية من الرجال، لكن النساء هم الأكثر في السوق، هم الأكثر في الفتاول الدينية، هم الأكثر في كل مكان، طيب، أيضا من الأسئلة أنه قضية المال، يعني واحد يقول خمسمائة ريال زيارة أول مرة لمدة ثلاثين دقيقة مراجعة، مئتين وخمسين ريال مدة ربع ساعة في عيدة الدكتور عبداللاصب، هل أصبحت متاجرة؟ أنا حقيقة على الأقل نذكر الوقت أنه نصف ساعة وخمسة وعشرين دقيقة، لكن خمسمائة أبدا، يعني طبعا أنا العيادة أنا أمارس عملي كطبيب في العيادة، العيادة ليست ملكي، فإذا كان هناك، وليست تحت أشرافي، إذا كان لكم من أخطاء المارس، يعني يرجع فيها العيادة، لكن اللي أعرفه، ما في حاجز ما خمسمائة ريال أبدا، يعني شوف ثلاثمائة ريال، رقم متعارف عليه في الرياض، إنه ثلاثمائة ريال، وحيانا العلاج بخمسة عشر ريال، يعني ما تحس أنه شي شي غلط؟ لا، ليش؟ لازم أن أدفع دواء بخمسمائة ريال، عشان أحل، لا، سعر الاستشارة، مش غالي، إنه تقل بخمس دقائق، أو عشرين دقيق، بثلاثمائة ريال، هو المتعارف عليه ثلاثمائة ريال، في كل التخصصات، الفرق يا أخي الحبيب، أنه الطبيب النفسي يقضي وقت أطول مع المريض، المريض، الطبيب النفسي، على أقل الجيد، واللي يخاف الله سبحانه وتعالى، لا يكلف المريض أكثر من هذا المبلغ، التخصصات الأخرى، ممكن يدفع للطبيب ثلاثمائة ريال، لكن في نفس الوقت يدفع عدد من الفحوصات، والأشعة، وبنفس راضية، لأنه يتوقع أن هذا مطلوب، بينما الطبيب فعلاً قد لا يحتاجها، نأتي إلى موضوح يعني، يأتون بالمريض إلى قارب، هذا عبدالله الصبح، يقول يأتون بالمريض إلى قارب، فيقول له فيه مس من الجن، ويأتون به إلى طبيب نفسي، فيقول فيه مرض نفسي، ألا يمكن وضح حد لهذا العبث بالمرضى؟ أنا ما أدري من اللي عليه مسؤولية وضع حد لهذا العبث، لكن اختلاف وجهة النظرة هذا وارد يا أخي، حتى بين الأطباء، ممكن نفس المريض يشوف طبيب يقول عنده المرض فلاني، يشوف طبيب آخر يقول عنده المرض فلاني، ما أعتقد أن هذه فيها إشكالية، الإشكالية حقيقة فيه أن محاولة استغلال المريض بهذا العبث، نعم أنا أتفق مع الأخي، طيب، القضية النفسية السائدة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعض يقول أنه عندنا لغة إحباط وتشاؤم سائدة، بعض يقول عندنا ثقافة للتهويل، وأنت وأحد الذين يشاركون بفعالية في تويتر، أنت كيف تقرأ هذه النفسية السائدة في وسائل التواصل الاجتماعي؟ أظهرت لنا ممثلين، أظهرت لنا مصورين، أظهرت لنا نقاد، أنا لا أظن حقيقة بهذا السائد، عندنا ثقافة تهويل؟ أنا أعتقد أن عندنا ثقافة تهويل، حقيقة الدليل، الأسئلة التي عندك هذه الموضرة فيها، تجلها أسئلة سلبية حقيقة، طيب، في قضية الزواج الشخصية، يعني أنا البارح، وأنا طلعت على تغريدات للأمير عبد الرحمن مساعد، يتحدث على العالم الإفتراضي، يعني من ضمن الأشياء التي قالها، مدير مدرسة يحظى باحترام المدرسين والطلبة، كر من وزارة التربية والتعليم، يغرد كل ليلة باسم المستعار، شاتماً كل المشاهير بأقضع الشتائم، يعني كأنه يقول أنه عندنا ازدواجية في الشخصية، العالم الحقيقي لنا شخصية، وفي وسائل التواصل الاجتماعي لنا شخصية أخرى، هل فعلاً نحن نعاني من ازدواجية في الشخصية، وظهرت في تويتر وغيره؟ أنا لا أظن تعميمها بهذا الشكل، يعني هل أنت عندك حساب مثلاً ثاني تشتم فيه، هل أنا عندي حساب ثاني أشتم فيه، يعني هذا فيه تعميم، وجود حالات فردية؟ لا، هو كظاهرة، أنا أتحدث عن كظاهرة، ولا أظن أنها كظاهرة، هي الإزدواجية، هل نعاني نحن من الإزدواجية؟ لا، ولا تويتر يعبر عن يكشف شخصياتنا الحقيقية، أو يكشف كيف نفكر؟ تويتر ممكن يكشف عن رغباتنا، يعني أنا ممكن يكون عندي مثلاً ميون سياسية، لكني أخاف من المتابعة أو كذا، فبإسمه استعاط، أنا ما سويها، لكن لا أعدي حساب واحد، فأنا أفسر سلوك الناس من خلال ما يدور في أذهانهم، أنه ممكن يكون عندي حساب أو أكثر، لكن مثل هذا الشخص الذي يكون عندي حساب يشتم فيه، ويسبه، وعند حساب آخر يظهر فيه بصورة طيبة، أنا أتكون هذا استثناء في تقديري، يعني لا نعاني من إزواجية الشخصية؟ لا، أظنني لا، بالشكل الذي يتفضل في الأمير، قضية الآن، هل يستعينون فيكم في لجان المناصحة اللي موجودة في السجن حق الداخلية؟ نعم، يستعينون، وفيه عدد من الزملاء شاركوا فيها، وأنا شاركت فيها، أنت شاركت فيها، طيب، هل قضية أن الإنسان ينتمي لمثل هذه الأفكار، هل هي قضية راجعة إلى أمر نفسي، أم هي لا، قناعات وأفكار قادته إلى تبني مثل هذه؟ لا، هي في الغالب أنها قناعات وأفكار قادته إلى مثل ما قام بها من أعمال، لكن هي محاولة من وزارة الداخلية بأنه يأتي من رجال الدين، ومن رجال الفكر، ومن رجال الطب، وعلم النفس، محاولة لإصلاح هذا الفكر، أنا حقيقة تجربتي هي تجربة فردية، كان معي أحد المشايخ، اللي ما شاء الله، تبارك الله، كان يعني قوي جداً، وجدت أني أنا معه، ما أقدر أقول شيء، يعني هو كان يتحدث في، سيطر الداعية على طبيب النفسي، بعلم النفس، بكل شيء، فوجدت نفسي أنا مستمع، فآثرت أني أنزع بها، طيب يعني يعني يستأثروا بالخطاب الديني، وما استطعت أنه تتحدث؟ والله لا، أنا ما أقول أنهم يستأثروا فيه حقيقة، لكن كان يتكلم كلام جميل جداً، وجدت أني أنا ما في داعي، أنا أكرر ما يقوله، والشخص الأشخاص اللي أنا شفتهم، ما كان عندهم جانب مرضي ممكن أن أدخل فيه، فكان المنطق والكلام العقلاني هو اللي ممكن يصل لهم، أنا أقصد، هل الطبيعة النفسية التي موجودة عند كل شخص في منسماته الشخصية، تؤثر على طبيعة الأفكار التي يختارها؟ بلا شك، بلا شك، طبعا هناك استعدادات عند الإنسان، هي تجعل أن يتجه بهذا الاتجاه أو اتجاه الآخر، وربما أن يحصل للإنسان معين حادثة معينة تغير مسار حياته، شكراً لك دكتور عبدالله، شكراً لكم أنتم، وانقلوا عن الدكتور عبدالله سبيعي أنه يقول لا أبعد أطفالكم عن مقاطع العنف، السلام عليكم.